اشتركوا في القناة الآن مع كلمة نيابة عن مدير الماهج يلقيها فضيلة الشيخ أبو بكر بن صغار فليتفضل مشكورا بسم الله وعلى بركة الله سماحة نياب مفتي جمهورية برندي سماحة القاضي بالمجلس الأعلى للمشايخ برندي سعادة مدير عامل مركز الثقافي الإسلامي أصحاب الفضيلة المشايخ أعضاء هيئة التدريس بالماهد الإخوة الطلاب والطالبات أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصوالتنا النفسي هو عن مدير الماهد أخي وصديقي وحبيبي ذربي الشيخ دكتور أكزمان ناسير إنه لا يوم سيد أن نجتمع ماكم ونحن نحتفل بتخريج دفع ثانية من طلاب الماهد الديني والدفعة الثالثة من طلاب القسم العلمي ولم يكن بيتحقق ذلك إلا بفضل الله تعالى وكرمه علينا ثم بدأمكم لنا وتوجيهاتكم السديدة في سبيل الرقي بمعهدنا أيها الحفل الكريم إن هذا المعهد وهو يؤدي دوره في نشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية في البلاد ليلاقى بعض التحديات ولكن بفضل الله استطعنا تجاوزا بعضها فالمأمول من حضراتكم الوقوف معنا جنبا إلى جنبي لنواصل هذه المسيرة المباركة في عداد كوادر علمية يكون لهم الشأن في المستقبل وهمات لدينهم ووطنهم أيها الطلاب لقد بذل المعهد كل ما يملكه وبذل أساتذكم كل ما بوسعهم في سبيل تفقيفكم فكونوا خير سفراء لهذا المعهد نسأل الله عز وجل يسدد خطاكم ويبارك لكم أينما كنتم وفي الختام نتقدم بخالص الشكر والعرفان بالجميل لأساتذتنا الأفاضل الذين كان لهم دور نصيب الأسد في إعداد هذا الجيل طالبين منهم المزيد من الجهد للوصول إلى قمة الأعطاء وشكرا خالصا لضيوفنا الكرام لتلبيتهم دعوتنا فقد ازدان المعهد بهم نسأل الله المولى الكريم أن يوفقهم لما فيه الخير والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء الآن مع كلمة لمدير القانون لمركز التعليم بكيانج يلقيها فضيلة الشيخ علي خميس صنبه فليتفضل مشكورا معززا مكرما بكيانج بكيانج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر